بحث رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لسور مع وفد البرنامج الصعودي لتنمية وعمار اليمن برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن عطاسة يعاد التاهيل عدد من المباني والمختبرات في كليات الجامعة أو في كليات الجامعة التي تضرر جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وناقش الجانبان احتياجات جامعة عدن وتطوير بنيتها التحتية والمساهمة في العديد من الفعاليات الأكاديمية والعلمية الجامعية وأهمها فعالية اليوبيل الذهبي للذكرى الخمسين لتأسيس جامعة عدن ومساهمة البرنامج في احتياجات الجامعة العاجلة والمتعلقة بنقل الطلاب والطالبات بالإضافة إلى تطوير دار جامعة عدن للطباعة والنشر والطرق المثلى لعادة تفعيل عملها بما يتواكب عن تطلبات المرحلة وتطورات العصر